المعركة ما الذي يمنع ايران ومحور ما يسمى بالمقاومة من المشاركة من المؤازرة هل من جواب مباشر؟ نعم بالتأكيد ولا يمكن ان يشاركوا ايران في الحروب السابقة الخمسة او اكثر لحركة حماس في غزة هي لم تشارك بشيء ولم تشارك لا حزب الله ولا النظام السوري هنا ساتتكلم حقيقة اولا ليس هناك قرار سياسي من طهران بمشاركة هذه القوى واكد هنا على ما تفضلتم به في المقدمة ايران لا يمكن ان تضحي بهذه الميليشيات التي دربتها وخاصة حزب الله وتعبت عليها وصرفت عليها الكثير هذه الميليشيات في زجها في معركة مع اسرائيل ايران ليس مشروعها هو قتال اسرائيل هو مشروعها السيطرة على بلدان عربية مطلة على البحار ان كان البحر المتوسط او البحر الاحمر او المحيط الهندي وليس مشروعها هو قتال اسرائيل وبالتالي لا يمكن ان تزج بهذه الميليشيات في حرب مع اسرائيل هنا سأعود بالتفصيل الى الجبهة السورية والجبهة اللبنانية لبنان شعارات كثيرة من حزب الله وغيره ولكن لا يمكن ان يشاركوا الجبهة الداخلية اللبنانية هشة جدا وضعيفة جدا الم يقول حسن نصر الله يا سيادة العقيد انني يقول حرفيا انني سابقا طبعا وكل حزب الله اذا ما اضطر الامر وبالفعل فعلوها اذا ما اضطر الامر لقتال ما سماهم بالارهابيين والتكفيريين بين قوسين اي الشعب السوري فاننا لن نتوانى لحظة عن المشاركة وفعلها وشارك ما الذي يمنعه اليوم من اصدار على اقل تقدير مثل هكذا تصريحات تصريحات بالتأكيد لن يفعل عزيزي احمد حزب الله اصلا وجد وانشئ لحماية الحدود الاسرائيلية كما فعل حافظ اسد وبشار الاسد في حماية الحدود الاسرائيلية من جبهة الجنوب هذه نظريات هذه نظريات لا ليست نظريات لا ليست نظريات اسرائيل حتى لم تعد تثق بسعد حداد وانطوان لحد الذين كانوا هم على الشريط الحدودي وهم خواني وعملاء فضلت حزب الله عليهم ليكون على الشريط الحدودي لا يوجد اي اي لا منعت منعت المقامة الفلسطينية ومنظمة تحرير الفلسطينية التي كانت تنفذ العمليات في لبنان وتم تهجيرها في عام 82 من لبنان ليمنعوا اي تسلل والقيام باي عملية من لبنان بس انت تتحدث عن حزب مقاوم انت تتحدث عن حزب مقاوم خاض حروبا فعلية لا يمكن انكارها مع اسرائيل ما هي الحروب التي خاضها 2006 اخرها 2006 الجميع يعلمها ما هي الحرب الاخرى التي خاضها حرب تحرير الجنوب لا الجنوب في عام 2000 انسحبت اسرائيل دون اي طلقة دون اي شيء هي اصلا انسحبت لتسلم الحدود اللبنانية جبهتها مع لبنان لحزب الله الان حزب الله يمتلك اكتر من 150 الف صاروخ من انواع الفاتح 110 والتوشكا والرعد والاس 800 صينيط الصنع والامس 600 المعدلة عن لسكود واريخ 21 وغيرها وكلها المداتة معها يذهب الى ما بعد العمق الاسرائيلي لماذا لا تطلق اي صاروخ لماذا لا تطلق اي شيء